شكراً شكراً لأستاذ خلفان بن علي الكيومي ننتقل إلى بحث الأستاذ خليل بن سليمان بن حمود الكندي رئيس مجلس إدارة مكتبة الجيل الواعد وهو قاضي مساعد سابقاً معه ماجستير حصل على شهادة ماجستير في الفقه ووصوله سيقدم الورقة عن تحقيق كتاب قاموس الشريع وطباعته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الورقة تتحدث عن تحقيق القاموس وطباعته بالنسبة لمكتبة الجيل الواعد بفضل الله تعالى بدأت بنشر بعض كتب العلم وإصدار بعد إصدار متميز رأى القائمون عليها التوجه إلى كتب الموروث العماني طبعاً الموروث العماني كنز كبير من المعلومات الدفينة في هذه الأرض الطيبة ولكن للأسف يحتاج إلى الكثير من العناء فبحثنا ما هي الكتب التي نستطيع أن نقدم بها خدمة لهذا المجتمع فكان الخيار لكتاب قاموس الشريعة الموسوعة الضخمة في تسعين قزعاً بالطبع كان الاختيار صعب ولكن كانت الهمة عالية فبحمد الله تشاورنا وقررنا واستشرنا الشيخ الكريم أحمد بن سعود السيابي وشقعنا على ذلك وبعد تواصل معه بحمد الله تم التوصل إلى نسخة كاملة في وزارة التراث القومي هذه كانت بداية الفكرة بعد ذلك تحدثت في الورقة عن الفصل الأول في التحقيق والفصل الثاني عن الطباعة بعدما اخترنا هذا القاموس بالطبع كان هو عبارة عن ما يسمى ميكروفيلم أو أفلام مصورة تأتي بشكل دائري هكذا مصورة من قبل وزارة التراث عن طريق المخطوطات الورقية فكان التحدي كيف نستطيع أن نستخرج الأوراق من هذا الميكروفيلم فسعينا هنا وهنا لم نجد من يمتلك هذه الفنيات في تلك الفترة نحن نتكلم عن عام 2004 تقريبا فتواصلنا مع مركز جمعة الماقد وبحمد الله وافقوا على استخراج نسخة ورقية من هذه الأفلام مع طلب أن يبقوا في خزائنهم نسخة كاملة من القاموس فوافقنا وسلمناهم الأفلام طبعاً استلمناها من وزارة التراث والثقافة وسلمناها لمركز جمعة الماقد مركز جمعة الماقد طبعاً في تلك الفترة كان عنده نشاط كبير وكان يحب جمعة المخطوطات بشكل غريب فمقرد ما وقد الفرصة بادرة بأخذها ونسخها كاملة وسلمنا نسخة في ورق حقم كبير ما يسمى بـ A3 الحقم الكبير وحتى هنا استثقلناها لأنه يحتاج سيارة كبيرة من مركز جمعة الماقد فالحمد لله أتينا بهذه المجموعة الكبيرة من النسخ طبعاً الأخوان كلهم ذكروا القوانب العلمية من ناحية أهمية الكتاب ومن ناحية النسخ وكيفية الخط والنسخ يعني كانت بعض النسخ متكررة بالطبع يعني فيكون القزة مثلاً 23 نسختين و46 نذكر وعدد كبير من النسخ أقزاء فقبناها كلها بحمد لله وبدأنا يعني نخطط ماذا نعمل بهذه الأوراق الكبيرة الكثيرة فيعني بادرنا إلى الإخوان من الزملاء من الباحثين ومن المتعلمين كل واحد يستلم قزءاً ويخطه بيده ويأتينا بعد ذلك مطبوعاً في الحاسوب لكن المسألة طولت وبعض الأخوان يعني في البداية تكون عنده همة بعد كم شهر لا نجد منه رداً ولا قواباً فالمسألة طالت والتحدي يزيد والحماس يعلو ويخفوق ففي بعض الأحيان نقول خلاص يعني صعب أن نكمل هذا المشروع لكن الحمد لله نشجع بعضنا بعضاً ونعود من قديد ونرتب الأوراق حتى في فترة صار مثل ما تعلمون كان الأنواء المناخية هذا مسمى قونو ودخلت علينا في المخازن وصارت إشكالات لعند الأخوة فهذه أطالت من عمر السنوات هذه قمنا بعد ذلك بتشكيل فريق برواتب وكان في البداية في القزائر ليش؟ لأن في القزائر يوجد هناك طلبة مستعدون وأيضاً يعني رواتبهم أقل من رواتب الطلبة في عماء وطبعاً نحن يعني ما كان همنا إخراج القاموس بأي شكل كان بالإمكان الاتفاق مع أي مكتبة تقارية وإعطاءها مبلغ وتخرق القاموس مثل ما خرقت كثير من الكتب من قبل بعض المؤسسات الحكومية لكن في النهاية كيف هذا الإخراج؟ ما مدى ضبط النص؟ كان هذا يهم لكثير يعني ما مقرد أنك أنت مسكت المخطوط وطبعته بمعنى أنك قمت بالعمل كيف هذا المخطوط يكون فعلاً طبق الأصل؟ كيف أنك تراجع الكلمات كلمة كلمة؟ كيف طاط ناس مختصين يقوموا بعمل مراقعة هذه الفقرات؟ فكان تحدي يعني اضطررنا أن نعمل مثل ثلاث شرائح أو ثلاث مراقعات البداية، بعدين المقابلة، بعدين المقابلة على المقابلة، وبعد ذلك أيضاً المصطلحات ما كنا نحب أن نعطي هذا الكتاب لغير أهل البلد لأنه في ألفاظ ما يعرف أحد غير أهل البلد وفيه تواريخ وفيه أسماء وفيه تاريخ كبير يعني الأخوات أثبتوا الكثير من المعلومات في ذلك فإذا إحنا سلمناها لأي قهة حتى المغاربة ما يقدر يعني يعرف أسماء البلدان وأسماء الأعلام وبعض الألفاظ التي هي قد تكون باللهقة الدارجة العمانية فانتخبنا بعض الأخوان من القزائر والبعض من عمان وتم تسليم رواتب شهرية إلى تقريباً عام 2008 بدأنا نهتم أكثر بعملية الرقن تقريباً انتهت، بقى عملية المراقعات أتت إلينا فكرة المراكز الصيفية هذه الفكرة يعني نجمع مجموعة طلبة لأن للأسف أنا سامحوني يعني قد يكون أقفز عن النمط هذا المتسلسل من القمل أو الفقرات حتى أختصر يعني المسألة أن الشباب الدكاترة الأساتذة كلهم يعني منشغلين بأعمالهم ما أحد فاضي لما نعطيه يكون فاضي دائماً يكون مشغول شوفه أي دكتور أي باحث تلقى دائماً مشغول والأسف نحن أيضاً في عمان عندنا مشكلة يعني دكتور وباحث مو شغل له المفروض يشغل العلم تلقى الواحد رابط نفسه بأمور يعني قد يكون اجتماعية قد يكون غير ذلك يعني بما أنك دكتور وباحث ينبغي أنك تقدم شيء لهذا البلد فالحقيقة بعض الأخوان بدأوا ولكن بما وقدنا يعني الهمم متواصلة لدى القميع فاخترنا المراكز الصيفية فأحضرناهم تقريباً على ثلاث دفعات سنة 2011 و2012 وهنا مكتوبة التواريخ و2013 الشباب طبعاً قلوا من القزائر مع الشباب من عمان واكتمعوا لمدة بعض الأحيان شهرين بعضهم ثلاثة طبعاً فيه تحديات مالية كبيرة يعني من ناحية السكن تصوروا من ناحية الأكل من ناحية التذاكر من ناحية أيضاً هذا الشباب لازم يستلموا مبالغ معينة فقزاهم الله خير يعني قاموا بالقهود هذه فحبسوا أنفسهم لمقابلة النسخ واستخراج يعني ضبط النص ضبطاً بحيث عاد مسألة التحقيق حنا يعني في البداية حاولنا نحقق ولكن طبعاً المسألة صعبة جداً فقلنا نخرج النص مضبوطاً والبقية على الشباب يعني من الباحثين عندهم الكتاب قاهز ويشتغل فيه الحمد لله يعني بعد هذه التكاليف الكثيرة والمراحل يعني أنا الأخوان أقول بقية دقيقتان هذه المراحل الطويلة يعني ما تتصوره المسألة المعاناة والتعب يعني يمكن يكون لأخوان تقالسين اليوم في ندوة شفت في نهاية الندوة كم واحد بقى وين الشباب وين الهمم يعني الشيخ قيميل كم ركتبوا بيده يعني ما فيه همم ما نعرف هذه الأخوان على إيش يعني مشغولين إيش هام منهم إذا كانت طالب علم وإذا كانت هم يعني يهمك مسألة العلم يعني ما عندك قدرة حتى تقلس في ندوة تشقع الأخوان فالمشكلة يعني فالمشكلة يعني يعني انتهى الوقت حسب كلام الأخوان لكن نحن نرقو يعني العمل كان طويل فيعني لو كم دقيقة هذه شيء هام لنا حتى أوضح هذه النقاط أنا قانب العلمي يعني قذاكم الله خير لكن نحن نريد كتب أخرى بيان الشرح على فكرة نحن رقلناه كامل وحد من الأخوان القزائرين اتفق مع الوزارة وعطينا إياه كامل هو كان شغال عندنا فالذي نطلب من الأخوان أنه هذا التقربة اللي أنا أقولها تقربة حية يعني الكتاب وصل التكاليف ومئتين وخمسين ألف ريال بعض الأخوان يقولوا ظالي طيب هل أنتم مستعد تدفع هذا المبلغ خلال هذه السنوات ما كان أحسنت ابن بناية لكن يعني نحن ما كان هم من المسألة المادية يعني فوق ميت نسخة تم توزيعها على الأخوان طبعا يعني ذاكرنا بالنسبة للشباب العماليين أنهم راقعوا النسخ بعد ما انتهت حتى نتأكد أن هذه الألفاظ هذه الألفاظ كلها يعني مراقع من قبل عماليين حتى ما يكون النص فيه مشكلة كبيرة من ناحية يعني المصطلحات وفعلا راقعوا الكتاب كم نسبة الأخطاء في الكتاب مقارنة مع غير كتاب تسعين مقلد راحوا تسعين مقلد يعني الحمد لله نظل أننا وصلنا لمستوى مقبول طبعا الخطأ وارد لكن مستوى مقبول قدا وذلك بسبب الدفع بسبب المراقعة بسبب تكاليف نصل إلى هذا نحن ما يهمنا لفعلا 250 ولا 500 يعني لفلوس لقوة روح لكن هل هذا يبقى؟ يعني هذا الكتاب انتهى الحين من المكتبة ما يطبع تعرفوا أن تكلفة طباعة 100 ألف ريال يعني التكلفة فقط فعليا هذا الورق بس طيمة التقليد والورق لا تتكلم عن الإعداد الإعداد 150 ألف طبعا لو نحن المسكنا هذا الكتاب بعد الخبرة الطويلة ممكن أن يكلفنا نصف المبلغ أو ممكن أن يكلفنا كتاب لأننا لدينا خبرة لكننا نتكلم عن اللصار وبسبب ايش؟ بسبب أننا نحن تقربة جديدة وبسبب أننا أيضا يعني ما فاضين عندنا مشاغلنا وعندنا أعمالنا والحمد لله يعني الأخوان ما قصروا وهي ممكانة كبيرة وبالنهاية يعني أريد كلمة بسيطة قدا يعني بالنسبة للشباب اللي يظنوا هذا الكتاب غالي الحين تو ندزلناه إلى 250 ريال طبعا المؤسسات الحكومية ما فيها دعم دعم ضعيف يعني يمكن لبعنا لهم 30 أسخة فقط يعني ما كثير يعني مهتمين يعني أنه أي واحد من الأخوان أراد يخرج موسوعة أو أراد يخرج كتاب ما يفكر في القانب المادي خلي القانب المادي آخر شيء ما تحصل الفلوس من الكتب إذا تريد كتب روح السوق إذا تريد فلوس روح السوق روح يشتغل لكن كتب هذا للعلم المعرفة للاطلاع طبعا الأخوان العلماء والأساتذة أدرى بهذا الشيء من لي فيعني خلي الهمم تكون عالية وإنسى مسألة تكاليف هذا النسخة يعني خليت نسخة في بيتك لأولادك لأحفادك يعني لو مئة سنة بقيت لو انقطعت الكهرباء وراح الانترنت النسخة باقية لكن في حالة صارت أي مشكلة يمكن هذه النسخة الموجودة الإلكترونية تروح في النهاية أيضا هو هذا الكتاب يعتبر مثل القرص المجموع في ألف مقلد فكتب الشيخ جميل كل هذه المعلومات السابقة وقمع هذا الكتب كما ذكر أخونا أستاذ خلفان وقمعه مثل القرص بالنسبة لهم في ذاك الزمان ما يحتاج قرص مثل حين الباحث يعني فكل المعلومات عندك في هذا في تسعين مقلد فقزاه الله خيراً وأتمنى من أحفاده أن يستنيروا بنوره ويقدموا لنا ولهذا المجتمع ولهذا البلد الطيب يعني كل إنتاج معرفي نحتاجوا إليه واعذروني لعلي خركت عن سياق الحديث عن الورقة ولكن يهمني في هذا الموضوع الأمر يستمر نريد دور النشر تكون قوية نريد الحكومة تدعمها إن شاء الله عشر إن شاء الله عشرين دار نشر ما يهمنا لكن هذا الكتب لازم تخرج وأنتوا يا شباب يعني لا تدخلوا قهداً ولا تظن الأمور كلها بالناحية مادية المادة موجودة إن شاء الله وتتيسر لكننا نتكلم عن القهد العلمي الشيخ يميل كم دفع له كم من دفع له يكون يكتب تلسعين مقلد حتى قيل يده التوت مرة إلى الحق قال وقال ثلاث مرات كتبهم بيده من دفع له حتى يسوى هذا الشيء فالأمور ما يقولها مسألة مادية هي مسألة همم ورغبة وقناعة ونسأل الله تعالى يعني التوفيق لنا جميعاً واعتقرم الأخوة على الإطالة وقزاكم الله خير